وفي اخر مستجدات الفيضانات في ليبيا قال عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا ان اجمالي من تأكدت وفاتهم رسميا حتى يوم امس بلغ 3351 شخصا وقال الوزير انه لم تصدر قرارات بشأن اخلاء مدينة درنة بالكامل ولكن فقط تم عزل منطقة واحدة في درنة لكثرة الجثث المطمورة بها واكد الوزير ان 14 فريق انقاذ يعملون في درنة على انتشال الجثث و70% منهم تم التعرف عليهم من دويهم في بداية الازمة لكن منذ ثلاثة ايام وجدوا صعوبة في التعرف على الجثث التي اعثر عليها